ينضم لنا الآن من عثمانية مفدنا حيدر الأسدي حيدر أهلا بك معنا دعنا نتابع معك ولو جانب من الجهود المبذولة لإصال المساعدات إلى متضررية زلزال دعيني أبدأ داليا من أخبار الهزات الارتدادية التي لا تفتأ أن تترك المناطق والمدن التركية اليوم ضربت هزة ارتدادية مدينة آدريمان بقوة 4.4 درجات على مقياس رختر مع ذلك الجهود الإغاثية كبيرة الجهود للمنظمات المختلفة وخصوصا أيضا المنظمات الحكومية كبيرة جدا داخل المخيمات هناك تحديات يمكن تقسيمها على الشكل الآتي التحدي الأول هو عمليات رفع الأنقاض من المناطق التي ضربها الزلزال بشكل كبير نتحدث عن قهرمان مرعش تليها عثمانية الإصلاحية وأيضا اسكندرون في هاتاي كل هذه المناطق هناك تحدي كبير هو رفع الأنقاض وإزالة المباني المهدمة وهذا أو التي آي للسقوط عفوا وهذا يحتاج إلى وقت كبير وجهد أكبر حسب ما رأيناه وخصوصا في قهرمان مرعش أما على مستوى المساعدات ومستوى الجهود التي تبذل داخل المخيمات فهي كبيرة أولا إدماج الأطفال في التعليم مرة أخرى في التعليم التربوي هناك متطوعون من مختلف المدن التركية جاءوا إلى قهرمان مرعش وغيرها من المناطق التي تم فيها إنشاء مراكز إيواء ومخيمات جاءوا لتقديم الدروس التعليمية ومحاولة منهم لاستمرار الحياة التعليمية لمختلف الفئات الدراسية عددنا أيضا تقرير عن ذلك سوف نرسله لاحقا عن الجهود المبذولة والجهود التربوية خصوصا داخل مراكز الإيواء أيضا هناك تحدي آخر هو الإسراع في عملية إنشاء المساكن جاهزة الصنع أو المسبقة الصنع لتقديمها أو نقل من يقطنون في الخيام إلى تلك المساكن كما ترين خلفي هناك خيام حتى هذه اللحظة لم تصلها الدعم المطلوب هم بانتظار أن ينقلوا إلى مواقع أخرى قد تكون على سبيل المثال مباني مسبقة الصنع شكرا لك مفدنا حيدر الأسدي كان معنا من عثمانية ترجمة نانسي قنقر